موسيقى وصلنا إلى الفقرة الصحية ورح نتحدث عن الفروقات الجسمية أو الفيسيولوجية والنفسية بين الرجل والمرأة وأثرها على العلاقة الزوجية للحديث أكتر عن هالموضوع معنا الدكتورة لينا خليفة أخصائية في الصحة النفسية صباح الخير دكتورة صباح النور نورتين اليوم بدنيا يا دنيا ويوم يمكن الموضوع كتير مهم وبصراحة أنا استمتعت وشيئ استمتعت وإحنا عم نتحدث تحت الهوى في الموضوع في البداية هناك فروقات إحنا بنعرف أنه في فروقات في فروقات جسمية في فروقات نفسية ما بين الرجل والمرأة بدنا نحكيهم هيك بالتفصيل أكتر لأنك أنت حكيتيني كلمة كتير مهمة إذا المرأة تعاملت مع الرجل وهي فاهم الفروقات الجسمية والنفسية بينهم بيكون تعاملها موضوعي أكتر أو مختلف أكتر ولفسي بحكي الرجل أيضا لو عرف الفروقات الجسمية والنفسية بينه بين المرأة أيضا التعامل رح يكون مختلف ونابع عن فهم نبدأ في الفروقات الجسمية أولا هو الاختلاف بين الرجل والمرأة هو اختلاف نابع أو بدلالة التكامل يعني الاختلاف سبحان الله جعله بهدف التكامل والاتزان بين الرجل والمرأة فالاختلافات الفيسيولوجية أو الاختلافات في التركيبة الجسمية بين الرجل والمرأة كثيرة ومتعددة نبدأ بالقلب حجم قلب المرأة بحجم ثلثي قلب الرجل أصغر أصغر ولكنه أسرع ينبط بشكل أسرع بينما حجم الكبد مثلا حجم كبد المرأة أيضا أصغر من حجم كبد الرجل ولكنه يتأثر وذلك طبعا سبب تأثره بالكحول أكثر فلو كان عندنا رجل ومرأة بنفس الوزن وشربوا نفس كمية الكحول المرأة تتأثر أسرع كبدها يتأثر أسرع من الرجل وذلك يعود لصغر حجم الكبد المرأة مقارنة بالرجل يعني حكينا نحن على القلب بداية والكبد ورئتين رئتين الرجل أكبر بـ 30% من رئتين المرأة وذلك طبعا بسبب أنه في عنا الدم حجم كريات الدم الحمراء أو نسبة كريات الدم الحمراء أقل بـ 20% من عند الرجل طبعا هذا كله يعود للفرق بالبنية الجسم يعني جسم الرجل دائما منحس أنه أكبر من الرجل طبعا هذا عشان العضلات فنسبة العضلات عند الرجل 40% بينما عند المرأة 26% نسبة الدهون عند المرأة مثلا 40% بينما عند الرجل 24% فهناك اختلاف بين تركيبة الرجل وتركيبة المرأة اختلافات واضحة جدا يعني في التركيبة بالإضافة إلى الاختلافات في مناعة الجسم جهاز المناعي في جسم المرأة أقوى منه في جسم الرجل أقوى من الرجل المرأة؟ نعم وذلك طبعا يعود لتعرضها في خلال حياتها الطبيعية ووظيفتها الطبيعية التي هي الولادة والحمل بحاجة أنها تكون دائما مناعتها أقوى نظرا لتعرضها لهاي الظروف الطبيعية في حياتها تمام ايش في هلأ فروقات؟ هاي يمكن هاي الفروقات حكينا أنه وياكي أنه مش كتير إلها أثر على الجانب نحكي على العلاقة ولكن في فروقات زي الدماغ أنت يمكن حكيتين تركيبة الدماغ والهرمونات هاي اللي إلها أثر مباشر نحكي في البداية عن الدماغ تركيبة الدماغ عند الرجل تختلف منه عند المرأة حيث أن الهرمونات أثبتت الدراسات في الثلاثين سنة الأخيرة بأن الهرمونات هي المسؤولة عن تشكيل وبناء الدماغ والاختلاف بين دماغ المرأة ودماغ الرجل سببه الكيمياء الداخلية للإنسان طبعا والكيمياء الداخلية للإنسان هي الهرمونات فالهرمونات الجنسية هي المسؤولة عن بناء الدماغ وهي مسؤولة عن إعادة تشكيل الدماغ طوال حياة الإنسان وهي المؤثر المباشر على حواس الإنسان الذاكرة والسمع والنظر والسلوك الأعلى والحساسية اللمس فإذن الهرمونات الجنسية هي المسؤولة عن تركيبة الدماغ وإحنا نعلم وكلنا نعلم أن الهرمونات الجنسية عند الرجل تختلف عنه عند المرأة ما الاختلافات هنا؟ هل أن الهرمونات الذكرية أكثر بالنسبة للرجل والدسم؟ يعني وضحيننا أكثر هذا من الموضوع الهرمونات الذكرية عند الرجل أكثر بكثير منه عند المرأة والهرمونات الأنثوية عند المرأة أكثر منه عند الرجل فلذلك تضغى معالم الأنوثة وصفات الأنوثة على المرأة وطريقة تفكيرها وإدراكها للأمور وقيمها ومعتقداتها وطرق تواصلها مع الناس والعائلة عن العقلانية والمنطق اللي عند الرجل فهم يختلفون بناء على الهرمونات الموجودة عند المرأة والرجل بالإضافة أن الرجل هو ستيبل أكثر المزاجه مستقر أكثر من المرأة لأنه هرموناته مستقرة أكثر نحن نعرف الدورة الشهرية اللي بتيجي عند المرأة خلال الشهر وبتكون قبل الدورة في عنا ارتفاع لهرمون الأستروجين والهرمون الأستروجين بيأثر تأثير كامل على مزاج المرأة حتى بتصير حساسة أكتر في هاي الفترة ذكية أكتر وبتصير ترجع للذكريات أكتر يعني ذاكرتها بتقوى في هاي المرحلة خلال الشهر تلاقيها صار تتفكر وتجيب قبل 20 سنة قصص قديمة لازم ينتبه الرجل بهذه الفترة لازم يكون مسحصح ممكن ترجع له بالضبط هل له أثر على العاطفة؟ قديه له أثر أنه الست عاطفية أكتر؟ نحن نحس أنه الست أكتر بتتحكم فيها العاطفة أكتر بينما يمكن كمان نعرف أن الرغبة الجنسية بتتحكم في الرجل أكتر هل العلاقة هذا بموضوع الاختلاف ما بين الهرمونين الذكري والأنثوي عند الرجل والمرأة؟ في مركز التحكم بالرغبات الجنسية عند الرجل في الدماغ أكبر بكثير منه عند المرأة لذلك فهو الحب عنده يعني الرجل الحب يعني له الجنس بينما الحب يعني للمرأة العاطفة طبعا في اختلاف عندنا بالاختلاف النسبي بين الشخصيات بس بشكل عام هكذا المرأة تنظر إلى الحب وهكذا الرجل ينظر إلى الحب العاطفة عند المرأة أهم العاطفة التواصل الاهتمام الحب تبادل كلمات الحب اللحظات الرومانسية أهم منها عند الرجل يعني هذا المرأة لازم تكون عرفته أنه هي بهمها هذا الموضوع أكتر ولكن يمكن مش كل الرجال بهمهم موضوع العلاقات الرومانسية كيف ممكن يتعالجهم يعني كيف ممكن الست فهمت يعني هلأ إحنا قاعدين نحكي في الموضوع الست فهمت أنه أنا عندي أو ستات بشكل عام بهمهم الكلمات الحب بجوز الأشياء هاي يعني المعنوية العواطف المشاعر أكتر من الرجل كيف ممكن هذا يكون إلو أثر على العلاقة الزوجية بعد ما تفهم هي هذا الموضوع وبعد أيضا الرجل ما يفهم أنه عنده برضو في اختلاف بهذا هلأ الرجل فعي هو يعني بهتم بالجنس نعم ولكن كمان تهمه العاطفة ليس بنفس القدر عند المرأة ولكن هو بحاجة لعواطف بحاجة لمشاعر بس في أوقات معينة هو يعني على مزاجه فيجب أن يفهم أنه المرأة هي بحاجة بشكل مستمر للتطمين والحب إذا فهمت وفهم هذا الاختلاف وعرفوا أنه الاتنين احتياجاتهم مختلفة ومرتبة بطريقة مختلفة يعني أولويات الرجل تختلف عن أولويات المرأة إذا فهموا هذا الشيء رح يعرفوا يتعاملوا مع بعض طيب نيجي هلأ سريعا على الفروقات النفسية ما بين الرجل والمرأة أو أيضا أثرها على العلاقة الزوجية هلأ عندنا الفروقات النفسية إحنا لما يصير في عنا ضغط نفسي من حب نفرغ اللي هي بلغة علم النفس التفريغ النفسي عندنا مسألة أنه أنت تعدي تتحدثي وتشكي همك وتحكي اللي عندك هذه شغلة كتير مهمة وموجودة عند السيدات أكتر عند السيدات أكتر من عند الرجل مش ضروري هي تشكو همها عشان النصيحة أو عشان تحل مشكلتها لا هي يعني تفرغ ما يسود في داخلها من مشاعر سلبية أو هم أو ضغط نفسي عكس الرجل عندما يتعرض الرجل لضغط نفسي فإنه ينعزل ينعزل بعيدا وفي منهم ما بيحبوش أصلا يحكوا في الموضوع ما بيحبوه يحكوا في الموضوع بصير بكتم أكتر بالرجل فهو بيستغرب إنه كيف عند المرأة القدرة على الكلام وهي تحت الضغط النفسي هو بتوقع إنها تكون مثلها إنه بس بده يصير تحت أي ضغط بنعزل بيبتعد وما بيحكي في الموضوع إلا إذا كان اللي قدامه عنده القدرة على المساعدة أو النصيحة أو تقديم النصيحة أو يساعده يعني أشخاص مناسبين هم الممكن يقعد معهم أشخاص مناسبين ومعينين عكس الست ممكن تحكي في أي محلوين يعني خلاص بتكون زعلانة ما بهمها طب هون كيف ممكن يصير التعامل يعني الست هون بتحب تفطفد صار فيه مشكلة مثلا حكيته وبظلها تحكي زي ما حكيت أنت هو بالمقابل ما بحبش يحكي ما بحبش ما بيفطفد هي ممكن تبكي ممكن تصرخ ممكن تتعامل مع المشكلة بطريقة مختلفة كيف ممكن هون يلتقوا حتى ما يصير في عندنا مشكلة ويصير أثر أيضا على علاقة درجية مجرد فهمهم إنه كيف بيتعامل الرجل مع الضغط النفسي وكيف تتعامل المرأة مع الضغط النفسي هذا الفهم لحاله بيخلي عندهم أساليب للتعامل مع الأمور بس تعرف أو تدرك المرأة بأنه الرجل عنده ضغط نفسي تتركه لما لحاله يهدى ويروق ويحكي هو بيحكي ولكن متأخر جدا بتكون هي حكيت وخلصت القصة كاملة هلأ تتركه ما تضغطه تتركه على راحته هو في النهاية رح يفرغ بطريقته الخاصة طبعا وأغلبهم بيبتعدوا بيروحوا على النشاطات الرياضية بيروحوا وبهربوا إلى العمل بيتفششوا بطرق أخرى طرق التفريغ والتفشش عند الرجل تختلف عنه عند المرأة أيضا تختلف طب نصيحة منك لكل الأزواج بعد ما أنت حكيت لنا ووضحتي الفرقات الجسمية وأيضا النفسي ما بين رجل ومرأة نصيحة منك لكل هلأ اللي عم بيحضرونا المتزوجين هلأ إحنا الاختلاف قلنا أنه هذا الاختلاف بين الرجل والمرأة هو اختلاف صحي هو اختلاف سليم هو اختلاف حتى نستطيع أن نصل إلى التكامل فإحنا لازم نستغل هذا الاختلاف كلا لمصلحته فيعني العاطفة عند المرأة هو الرجل بحاجة إلها بحاجة للامرأة العاطفية الحبابة اللطيفة اللي بتدير بالها عليه وبتراعي وبتظلها متابعيته ما بتحب تشوفه حزين هو الرجل بحاجة لهذه النقاط جدا والمرأة كمان بحاجة للرجل القوي العملي المنطقي اللي بيساعدها بحلول مشاكلها وبقف جنبها دائما وبيكون حاجز منيع إلها مع المشاكل ومطبات الحياة فبالتالي هذا الاختلاف صحي وتكاملي لازم نفهم بعض ونتعامل بعض مع بعض على أساس هذا الفهم هذا الفهم فهم الاختلافات الجسمية والنفسية قدي مهم يعني هون يمكن أنت دائما بتقولي أو حكيتي جملة أني أفهمه أو أتعامل معه على أساس هذا الفهم قدي مهم مهم جدا ولكن يمكن كمان الطريقة للتعامل قدي مهمة هون بين الرجل والمرأة دكتورا يعني قدي مهم شو الأسلوب حتى يمكن الكلام حتى في أسليب كتير ممكن يستخدمها الإنسان ويعبر فيها عن مشاعره للرجل ومرأة قدي مهم هذا الفهم أيضا طبعا أسلوب الطرح أسلوب طرح النقاش والحوار بين الرجل والمرأة مهم جدا بقولك 90% يهتم الرجل بالأسلوب بنبرد صوت زوجته بأسلوبها في التعامل معه 90% يهتم بالنانفيربل إحنا منسميها مهارات التواصل الغير لفظية و10% يهتم بالكلام اللي هي بتحكيه فأسلوبنا في الطرح مهم جدا كما أسلوبه هو كمان في الطرح مهم برضه هو لازم يراعيها ويقدر إنها عاطفية ورومانسية وموجودة عشانه وتراعي يعني هذا الإشي عبء ومسؤولية على الطرفين وزي ما هوية تترك له المجال إنه هو ما بده يحكي هو كمان يترك له المجال تحكي بالظواف خليها تحكي بالظبط هذا إشي كتير مهم عنجد موضوع رائع دكتورة ليني خليفة بدي أتشكرك على وجودك معانا دائماً نورتينا بدنيا يا دنيا وأهلا وسهلا فيك شكراًxim اشتركوا في القناة